ما هو وقت صلاة الوتر وانتبهوا لهذا لأن بعض من يتحدث في الدين قد أحدث بلبلة وفتنة عظيمة في قضية وقت صلاة الوتر فوقت صلاة الوتر أوله بعد صلاة العشاء وآخره طلوع الفجر أول صلاة الوتر يبدأ بعد صلاة العشاء وينتهي وقت الوتر بطلوع الفجر هذا مذهب الجمهور هذا مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة وهو قول أبي يوسف وهو قول محمد بن الحسن من الأحناف بل هناك من نقل الإجماع على ذلك فلما الفتن ولم البلبلة بين المسلمين وقت الوتر يا إخواني ويا أخواتي يبدأ من بعد صلاة العشاء مباشرة وينتهي هذا الوقت بطلوع الفجر استدل جمهور أهل العلم على ذلك بمجموعة جليلة من الأدلة النبوية الصحيحة الثابتة منها مثلا ما رواه بخاري ومسلم عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم وانا بينه وبين السائل هنيئا لك يا ابن عمر يقول وانا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين السائل فقال يا رسول الله كيف صلة الليل يعني كيف أصلي بالليل فقال له عليه الصلاة والسلام مثنا مثنا يعني صلي ركعتين 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 مثنا مثنا فإذا خشيط الصبح فصل ركعة واجعل آخرة صلاتك من الليل وطرة وانتبعوا لأننا نحتاج الرواد الثاني وحنتعر كيف نجمع بينها وبين الرواة الأخرى التي يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام لا وطران في ليلة انتبهوا هذه أيضا مسألة تحتاج إلى جمع دقيق وإلى فهم صحيح ليس من كيسي ولا من عندي وإنما من قول سلفنا الصالح رضي الله عنه جميعا فالرجل بيسأل النبي عليه الصلاة والسلام كيف أصلي بالليل؟ قال مثنا مثنا فإذا خشيط الصبح فصل ركعة واجعل آخرة صلاتك من الليل وطرة طيب الدليل واضح في تحديد وقت صلاة الوتر صلي ما يسر الله لك أن صلي في رواع عن ابن عمر أيضا في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتري الله الله على هذا الدليل الواضح يعني بادروا الصبح بالوتري خذ دليلا آخر من حديث أبي سعيد الخدري في صحيح مسلم يوضح رواية عبد الله ابن عمر بادروا الصبح بالوتري أما رواية أبي سعيد أنه صلى الله عليه وسلم قال أوتروا قبل أن تصبحوا يعني وقت الوتري ممتد إلى ما قبل صلاة الصبح بادروا سابقوا الصبح قبل أن يحين وقته وقبل أن يطلع الفجر بالوتري إذن وقت الوتري ممتد إلى صلاة الفجر وبدايته من بعد صلاة العشاء بشرة لو أن مسلما أو مسلمة أراد أن يصلي الوتر بعد انتهاء من صلاة العشاء لخشيته ألا يقوم بالليل لصلاة الوتري فلا حرج عليه كما سأبين الآن بالدليل إن شاء الملك الجليل في رواية بن عمر أيضا في صحيح مسلم قال الوتر ركعة من آخر الليل وفي الصحيحين عن نافع عن ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما كان أقول من صلى بالليل فليجعل صلاته وطراء قبل الصبح كذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بل وأقول لكم هناك إجماع نقله ابن عبدالبر وابن المنذر وغيرهما على أن أول وقت لصلاة الوتري بعد العشاء وينتهي وقته مع طلوع الفجر ترجمة نانسي قنقر